تواصل وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج لليوم الثالث على التوالي استقبال الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا من أجل تقديم أوراقهم لاستكمال دراستهم في مصر عبر الروابث المعلنة مسبقا من جانب وزارتي الهجرة والتعليم العالي وأكدت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلا مكرم على أهمية الالتزام بكافة الضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء مع إحضار كافة الأوراق الثبوتية وجواز سفر مسجل عليه الإقامة في أوكرانيا قبل الرابع والعشرين من فبراير الفين الثين وعشرين وكذلك إثبات قيد في السنة الدراسية والتخصص بالجامعة الأوكرانية مشددة على حرص القيادة السياسية على توفيق أوضاع أمنائنا العائدين من أوكرانيا